أعلن مسؤولون في قسم تربية قضاء بلد استمرارهم بتوزيع الدفعة الأخيرة من الكتب والمقاعد الدراسية بين إدارات المدارس لسد النقص الحاصل فيما بيّن مدير مغزن تجهيزات قضاء بلد أنه تم تسليم الوجبة الأخيرة من الكتب والتي جهزت بها إدارات المدارس بنسب مختلفة منها مع استمرار الدوام للعام الدراسي الحالي أعلن المسؤولون في قسم تربية قضاء بلد عن استمرارهم بتوزيع الدفعة الأخيرة من الكتب والمقاعد الدراسية على إدارات المدارس بعد النقص الحاصل فيها معربين عن أملهم في استكمالها لكافة المراحل اليوم طبعا كان عندنا خطة توزيع لقسم تربية بلد ومغزن تجهيزات بلد حيث قام مشكورا بجلب كافة المستلزمات التربوية من كتب خصوصا الكتب المدرسية والمنهجية لكافة المراحل حيث استلمنا هذه الوجبة الأخيرة طبعا هي بعد مرور اسموعين على الدوام وبداية العام الدراسي وهذه الوجبة الأخيرة لاستلام الكتب المنهجية الدراسية للمرحلة الابتدائية كانت هناك بعض النقوصات في المناهج نتيجة عدم وصولها من الجهة المزودة للكتب المنهجية مرورا بالمحافظة لكن الحمد لله هي بادرة خير بأن تكتمل كافة المراحل ونتمنى أن تكتمل كافة مراحل المتوسطة والإعدادية بما بين مدير مخزن تجهيزات قضاء بلد التابع لقسم تربية بلد أنه تم استلام الوجبة الأخيرة من الكتب حيث تم تجهيز إدارات المدارس بنسب مختلفة منها البدء نرحب بكم أجمل ترحيف في مخازن تجهيزات بلد قامت شعب التجهيزات بلد في الوقت الحاضر باستلام الوجبات الأخيرة من الكتب والقرطاسية المخصصة إلى قسم تربية بلد حيث تم التجهيز وقر كراس الإحصائي المعدد من قبل قسم الإحصاء في المدير العامة تربية صلاح الدين حيث كانت نسبة التجهيز في الابتدائي بنسبة ما يقالب 90% والمتوسط والثاني نسبة التجهيز تكون 50% مع عدى الطبعات الحديثة للاجتماعيات الثانية متوسط جهزة 100% لكافة المراحل والثالث متوسط قواعد اللغة العربية جزء الأول وقواعد اللغة العربية جزء الثاني ورياضية جزء أول ورياضية جزء الثاني تم تجهيزها لكافة المدارس في عموم قضاء بلد وكذلك تم استلام وجبة من الرحلات المدرسية الخاصة بالمدارس الكارفانية وتم توزيعها وخطة معدة من قبل السيد المدير العام المحترم وتم توزيعها إلى هذا اليوم الوجبة الثانية من هذه الرحلات وتقدم بالشكر والتقدير الأستاذ أمجد طلمس مدير عام تربية الصلاح الدين المحترم وإلى الأستاذ علي الجبوري مدير قسم الإدارة والتجهيزات وكذلك كافة المنظفين الأبطال في مخزن تجهيزات المديرية العامة الذي يعملون ليلة نهارا بدون كلل أو ملل من أجل إيصال الكتب والقرطاسية والأثاث إلى أبناؤنا الطلبة وصلت كتب ما الأول ابتدائي رياضيات إنجليزي إنجليز ما الأول متوصل الثاني ثالث ورحلات وصلت وبدأنا من الصباح الساعة السابعة بتوزيعها على المدارس بدء العام الدراسي وما زالت مراحل تجهيز الكتب الدراسية مستمرة لغاية الآن لحين تغطية كافة المدارس نسب مختلفة بتوزيع الكتب على طلاب المدارس في قضاء بلد ومطالب بالإسراع باستكمال المناهج خصوصا ونحن في بداية عام دراسي جديد من قضاء بلد لفضائية صلاح الدين علي البلداوي